السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المهندسين الكرام انتهينا المرة السابقة من المانوال ايدتينج انت نود اتشينج وللتبسيط قمنا باستخدام الانسي اف فيور لفحص كل كومبوننت داخل التزين لاستكمل اليوم عملية النود ايدتينج او المانوال ايدتينج بالاضافة لاستكمال الجزء الخاص بالكمشيني هنا تغيير او الادتينج للترين عندي بتبدأ بتحديد المصار او الفيزيك الفايبر اللي انا هشتغل عليه ومن خلال هذا الاوبشن بقدر اعمل دليت لأي روت او اعمل ايدتينج لذا الروت او لهذا الترين وبعد ذلك يتم اظهار الروت بهذا الشكل ومن ثم يتم اختيار النمضة التي اعمل عليها لعدم تعارضها مع نمضة اخرى تعمل على نفس الشبكة او اختيار مصار اخر لهذه النمضة او لهذا الروت ولذلك عند تغيير الروت احنا عارفين ان اللمضة بتحمل اكتر من خدمة في سيرفيس 1 سيرفيس 2 سيرفيس 3 ولذلك عند عمل اي تعديل على هذا الروت يتم تلقائيا انغاء كافة الخدمات الموجودة على هذا الروت ولذلك نبد من الاتجاه الى السيرفيس ايدتينج او السيرفيس ايدتينج مرة اخرى وهي العملية التي تم التعرض لها سابقا ومن ثم يتم تعديل الخدمات ايضا على هذا المصار الجديد او على هذا المصار الذي تم تعديل ولا ننسى هنا انه يجب التعرض الى الوسن ار او البرفورمانس للتأكد من سلامة هذا المصار او هذا الروت بعد التعديل وقابليته للتنفيذ على الشبكة وعدم ظهور اي اخطاء او بتئر ريتس بعد عملية الامبليمنتشي والذي يتم معرضه هنا ليس القيمة المطلقة للوسن ار ولكن هو الوسن ار مرجن على هذا الروت ولابد ان يكون هذا المرجن نعو اكبر قيمة كلما قند القيمة هذا يعني اننا بنقرب من اختمالية حدوث مأخطاء نتيجة اي زيادة على الاتنويشن على هذا الروت واذا تأثر الروت بهذا الاتنويشن بالطبع ستتأثر الخدمات الموجودة ويؤثر على الخدمة النهائية المقدمة الى الكستر وبالتأكيد خلال هذه العملية يمكن عمل النود اتشينج وعمل بعض التغييرات في هذه النود مثل ازالة اس اف دي او ازالة اي عنصر داخل الانيكوبمنت او داخل النود واستبداله بعنصر اخر او استبدال امبليفير بنوع اخر من امبليفير بعد الدفول الى هذه القائمة ومن ضمن الخيارات الاخرى للتغيير والخيارات الان ايضا هي الاكوبمنت فيو وعمليات التغييرات التي تتم على الاكوبمنت كما رأيناها سابقا في الان سي اف فيور الحلقة السابق حيث يمكن عمل ادتينج للسايت ونقي بعض الكروت من بعض الاماكن الى اماكن اخرى الاغراض توزيع الخدمات على اكتر من سابراك او ام قيام باعادة تشكيل السابراك حسب الانيكوبمنت المطلوب منه ايضا يمكن اضافة سابراك بالكامل واضافة بعض الكروت او نقل بعض الكروت من احد السابراك الى هذا السابراك الجديد نصل هنا الى المرحلة الاخيرة من اعمالية الديزاين وهي الحصول على الكميشنين فايلز والحصول على الريبورت والريزولت النهائية في هذه المرحلة هنحصل على البيل اوف ماتيريان او الليست الخاصة بالماتيريان وشكل الاكوبمنت وهو برضو اللي احنا تفناه سابقا ولكن في المرحلة السابقة كنا نقوم بالتعديل على هذا السابراك ولكن هنا يعطيني اللي اوت النهائي اللي ارسله للاندمنتنس انجينير عشان يبدأ يعمل الانستيليشن ونحصل على الشكل النهائي للفايبرز والانتركنيكشن اللازمة لعملية الانستيليشن النتورك انفرميشن والنتورك انفرميشن تحتوي على ستة اجزاء وهي السايتس عددها اسمائها الاكوبمنت نوع الاكوبمنت النينك بين هذه السايت الفايبر والاتنواشن لكوني فايبر والاوبتكال امبليفاييرز والدي سيو او التسبيرشن كومبنسيشن يونيتس والدبو دي ام راوتينج او سيرفيس راوتينج والراوتينج الخاص بالروتس او الراوتس والباكت ديماند اذا كان هناك خدمات باكت مطلوبة منه ايضا هنحصل على شكل الشلف والشلفات اللازمة التي يتم تركيبها لعمل تركيب للنودز او السابراكس داخلها الجين بالليس فلير والفيزيكال لين وان كارد انفنتوري احنا هنا اخدنا الاكوبمنت فيو هنا هناخد الانفنتوري الكامل بالكارد والديزاين استيتس هل هو فاند زي مونا بنكده وانا انفاند محتاج عملية اوبكمايزيشن والباور كوميشنج فايلز والباور كوميشنج فايلز هي الكوميشنج فايلز الخاصة بي الامبليفاييرز والجي ام بي اي اي اس كوميشنج فايلز والتارجت باور اوفسيت كوميشنينج وما هو المارجن الذي يمكن العمل كنابه المود لي اوت تطرقنا اليها وتطرقنا الاكوبمنت فيو والاي بي تي ريبوتس بتشمل العديد من الملفات هذه الملفات سنتعرض لها الان بالتفصيل وننتقل الى الملفات الحقيقية للكوميشنينج فايل التي تم استخراجها من الاي بي تي او الانجينيرينج بلانينج تول الامبنى هو الريبورت فايل الذي تم استخراجه بين الانجينيرينج بلانينج تول بعد ادخال البرامتر الغازمة لانشاء النتورك او لانشاء الاكوبمنت وتحديد نوع الاجهزة وتحديد الامبليفاير اسم السايت ديسكريبشن للسايت هل هو فوضم او روضم والديستانس يونيتس لانجور ويف تركر او لا يوجد عندي لانجور ويف تركر وبما ان هذه الانتورك كانت في مترو نتورك فاهم مش محتاجين لانجور ويف تركر او الميجرمنت اللي ملوصي مهار للمبس فوم انتو انتو ولكوميشننج مود هو الديفولت كوميشننج مود وعلي احنا شغالين على سي دي سي اف طبعا كانت نتورك كبار عن فوضم فما فيش فيها سي دي سي اف ولا يوجد جي ام بي لس ولا يوجد اي اكستيند تمبريتشر رينج سايت السيجلينت كباسيتي احنا هنا بكنا بنكلم على وان عند جي سبيسين والاوتي المستخدم هو 11QPA تونابل 11QPA هو ترونسبوندر اوبتكال ترونسبوندر بيدي لي اربعة في تين جي وبيبقى الاب لينك بتاعه او اللاين بتاعه اربعة في تين جي وطبعا بعض البرامتر الاخرى اللي هي الطارجت ريتش او الماكسيمم ريتش ودي دابل ديمو وابنطر كي العادية وليست اللونك واللو كباسيتي فلتر اقل فلتر لو كباسيتي ممكن يركب ولكن الهاي كباسيتي فلتر المستخدم هنا الاسف دي فورتي فور الذي يوفر لنا اربعة واربعين لامضة وكل لامضة لسبيسينج بينها وبين الاخرى 100 جي ساعة هذه اللمضة في هذه النتورك كانت تنجي ولكن يمكن عمل افغريدها وتحويلها الى 100 جي عن طريق تغيير كروت ترانسبوندر او تركيب سابراك او تي ان لعمل النازم هنا انلد اوبتكال اتنويشن والاكويبمنت انيوز سيجمينت والدي دابلو دي ام هو السينار مارجن المارجن هنا وحطو بزيرو اذا الوسينار لابد زي ما كلمنا من شوية ان الوسينار لابد ان يكون مضبوط بدقة المهم بعدو هدا هنا هو حط الدي دابلو دي ام نص مارجن واللوس مارجن بحطو 5 دي بي بعض الشركات بتضعو 6 دي بي وفي بعض اللينكات ذات المسارات الطويلة او الالترا لونج غول الالترا لونج غول ممكن تجد ان المارجن دوها 10 دي بي الماكسوم دي دابلو ديمت شانل فور راوتينج 40 40 40 كل الماكسوم لامباس هو 40 واعتبر ان الكون مكتور لوس 1 دي بي والجلس فيه لوس واحنا اتكلمنا قبل كده ان الجلس فيه يعتبر بعمل راوتينج الابتكال سيجنال بدون تحويلها الى الكتريكال سيجنال واللوس كوفيشن اعتبر ان لكل كيلويتر فيه ربع دي بي والبولارايز موود كوفيشن هو 0.05 بيكوساكن لكل كيلو ميتر والفايبر ستاندرد سينجل موود فايبر اللي هو جي سكس فايف تو والفايبر قوست علشان في الاخر نحسب القوست اعتبر ان لكل كيلويتر فيه 2000 تاوزنت يو اس دولار واللينث ان سيرتينيتي حطيها زيو وفيه بعض البرابترز الاخرى دي مش هنحتاج لها نوع الصبراك اللي هو اليوروبيان تاكم تاندرد انستيوت وهل فيه فايبر ستوريج هل فيه اتنويتر دروار هل فيه فكس شنف شنف كافر اشياء اخرى كثيرة طبعا نوع الصبراك اللي هيستخدم بي اس اس ثيرتي تو والاكس في بي المستخدمة هيستخدم تيونابول او البريفير طايب هيكون تيونابول ومن جهة اللاين سايد الاتنويتر هيبقى فكسد اتنويتر الشلف power margin طبعا هنا بيتكلم على الpower اللي هي الخاصة بالpower source اللي هو الpower mains او ال DC power اللي رايحة للصبراك لازم تكون طبعا مرجن هو حطاء نازيرو يعني هو يحتاج تقريبا minus 48 volt وهنا الشلف voltage floor اقل فونت ممكن يستخدمه هذا الشلف هو minus 39 هنا الشلف power margin يعني بها الpower يعني الشلف هيكون سيوم الpower حسب نوعية القروط التي تم اتفعلها فيه هنا الpower distribution unit او البيديو طيب هيخط طبعا من توسورس بيديو وان وبيديو تو وبعض الاشياء الاخرى اللي احنا ممكن ايه يعني مش مهم نتطرف لها زي الpower filter زي protection للpower filter والكونترولر هل هو بيستخدم وان كنترولر ولا دوبليكس كنترولرز السايدز لان هذا الدزاين خاص باحد الشركات فاحنا ازلنا اسماء السايدز هنا ايه طبعا هو بيتكلم على الدي فوضم او الفوضم اللي عندي وعندي نوع السايد بي السايدز 32 يونيفرسل يونيفرسل الاسف دي 44 اربعة واربعين لاندا هنا اللينكس بين ذي السايدز دي اللينكات بين السايدز لو كان اسماء السايدز موجودا ازلتها برضو هتلاقي هنا اسم السايد فرون تو فرون تو فرون تو فرون تو كل تو سايدز بينهم تو فايبرس يوني ديريكشن فايبر وهنا اللامضة السايدز المستخدمة هو استخدم هنا ستة لامضة اوت اوف فورتي لامضة الفايبر اتنواشن زي ما قلنا ان فيه لينك اللينك نحن شوفناه في السلايد السابق اللينك نعني بها اللينك بتوين تو سايدز طبعا هيقول فيه هنا اسم نود تو نود عندي سابورتت فيك واسماء السايدز عندي وان فايبر هيديني الاتنواشن والنوع الفايبر طيب اللي هو ستاندرد سينجل هود فايبر وهنا الاتنواشن وهنا دي سبيرشن لكل لامضة بيتم وضعه بهذه الطريقة علشان اقدر احدد الدي سي ام او دي سي يو دي سبيرشن كومبانسيشن يونيت المستخدم الاوبتيكال امبليفيرز والدي سي ام هنا بيان بالاوبتيكال امبليفيرز هنا استخدم اي اتش بي ال جي ال اتش بي ال جي ال امبليفير هاي باور لو جين وده بيستخدم في الغالب في الريجونال او المترو نتورك بالاضافة لمقيس الباور عندنا في مثلا عندي الدلتا ده الديفرنس في الباور ده النومينل وهنا الديفرنس او الدلتا دي بي وهنا جين لكل امبليفير او الجين المفترض لكل امبليفير عدد اللامضة انه هي 6 او 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 فورتي ولبعض الاجهزة 3 او او فورتي الشلف المستخدم هنا الشلف نوت تتذكره نحنا كان عندي نوت وكان عندي سايت السايت هو اللي بيحوي مجموعة من ال ان ايز وكل ايني هو مجموعة من الساب راكس والساب راكس ديت هي مجموعة المتواجدة عندي فهنا كل الاسلوت انفروميشن كل الكروت اللي هتركب عندي بمكان السلوت لو تلاحظ هنا مثلا الاكوبينت كنترولر لاكب السلوت واحد الامبليفير ورقم السلوت برقم السلوت الامبليفير عندي وعكذا لكل سايت والفولتج الفولتج فلور والباور مارجين وهنا الباور كونسيوم اللي هي التبيكل والماكسلون باور بالوط ونوع الساب راك ونوع الاسف دي لكل ساب راك التريلز اتريلزي ونعني بيها هنا هي المصارات الرئيسية اللي هي اللمضة في عنده اكتب اللمضة وننحظ ان لوكي عندها طريقة معينة في قراءة اللمضة انه بيدي الفريكوانسي ولكن بيشين منها يتبيشين منها رقم واحد في الاول يعني ده المفترض يبقى في ون والمفترض يكون عنده هنا في دوت وفي النعاية كل ده بيتم قراءته بالتيرة هرتز ولكن هي نوكي بتستخدم هذه الطريقة انه هو بيشين الواحد في الاول بيعتبر ان انا بقرأ اللمضة بهذه الطريقة يعني بقول هنا لمضة فورتي فايف هنا لمضة فورتي ثري هنا ثيرتي فور فبهذه الطريقة بيتم قراءة اللمضة وده طبعا المصارات اللي هي تمر عليها فروم تو فروم تو والإن نوتز الحاصة بها ندخل في مرحلة الخدمات المرة على هذه التريلز او اللمضة هذه هي الخدمات من السورس الى ديستينايشن هنا طبعا زي وقلنا مفترض يكون عندي اسماء للنوتز اسماء للنوتز متواجدة عندي هنا ودي اسماء الكروت اللي احنا اتكلمنا عليها 11QBAQ يعني كوادراتيك بورد اكسس فور فور يعني بيديني فورت لاين و11 يعني 11 كوادراتيك 11 كوادراتيك يعني بيديني اربع لاين كل لاين الساعة بتاعتوه بتكون 11 جيك لاندي في اوفر هيد موضوع لعمل الفيك وعمل البروسيسنج اللازم لنطل الوتين سيرويس على شبكة الدي دابليو دي ام دي نوع السيرويس الخاصة بكلاينت اللي هي استي ام سيكستي فور او او سي وان لاينتو اللي انا شغال بالسوند والانترفيس هل هو انترفيس هيكون في شكل استيم سيكستي فور ولا هيكون انترفيس تين جيك والبروتكشن هل هي بورتكتد ولا انبروتكتد رقم لسلط ورقم الكلاينت اتريل او تريل روتينج ده روتينج لكل تريل لكل مصار يحمل اه لامضة وهذه هي الفريك وانسيز وهذا هو الفيك المستخدم وهذا هو والوسنر لكل تشانل يعني انا بقولي الريكوارد وسنر سيكستين 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 سيبنتين ولكن الوسنر الدليفرد ان انا اقدر اديه من خلال هذه النتورك وبيصلني ثيرتي تو ده قيمة جيدة جدا فاذا انا عندي مارجن اديه عندي مارجن حوالي ففتين دي بي لو انا طرحت السبعتاشر من الثلاثة وتلاتين او الاثنين وتلاتين هاي الديني تقريبا الخوستاشر دي بي مارجن وكل ما المارجن ده يزيد بالديني سباحي اكبر لعمل تغييرات على النتورك وعمل تغييرات على الفايبر او لون فايبر اه الكواليكي بتاعته قلت لن تتأثر الخدمات على هذه الشبكة هنا الكيو فاكتور مدنيتش الكيو فاكتور كل ما الكيو فاكتور يكون ثلاثة اربعة خمسة ستة كل ما يكون افضل والارور يقل وهو ليه علاقة مباشرة بالاو اس ان ار هنا الديسبيرشن لكل ويف لينس وديليفرد اوار بالدي بي ام النومنال والمينيموم نوع الكروت احنا اتكلمنا على هذا الاليفين كوادراتيك بورت اكسس فور لكن في عندنا اه كارت تاني انيفين دول دول يعني ليه اتنين بورت لاين كون لاين بليفن جيك اللي هي بتعتبر اتنين في عشرة جيك بورت مولتي ريت تولف يدي موالتي ريت توينف يعني بيني اتناشر بورت في الطروب موالتي ريت موالتي ريت يعني ممكن يديلي ايستي ام وون ممكن يديلي ايستي ام four ممكن يديلي وانجيج ممكن يديني اس دي سكستين او تو بوينت فايف هنا ارقام اللاين في اتجاه الدي دابلو دي ام ونوع الفلتر طبعا عندي او مالتي بليكسر الاس اف دي رقم الشلف الخاص بالاس اف دي والاس اف دي هو باسف مالتي بليكسر ودي البورد الخاص بكل لامضة لانا هربط عليه اللاين من هنا اربطه على هذا البورد وعناصر اخرى متبطة في هذه الشبكة وهنا الارور ديسكريبشن بعد عملية الاكسيكيوشن للدزاين وعملية الانالسيز كان بطلع الارور وافترض ارجع الارور دي واشوف اه بتعني ايه وابدأ اعمل اوبتمايزيشن للدزاين الخاص بي بعد ذلك يوجد الكميشنين فايل او الpower management report ده الpower لكل جزء داخل الامبليفاير يعني الاجرس في الاوبوت والانجرس في الامبوت من الجهة الاخرى والديفياشن والجين او الطارجت تلت زي ما انتوا عارفين ان في تلت للامبليفاير الامبليفاير ما بيعملشي امبليفيكيشن لكل اللامضة بنفس القيمة والاسبان نص تلت تلت الذي يحضس نتيجة الاسبان نص والمنيموم جين والماكسلوم جين واللاوت جين دلتا او الفرق في الجين المسموح به وكذا لكل امبليفاير داخل هذه النوت او الني وننتقل الني اخرى بنفس الطريقة يوجد عندي قيم لابد ان ندخلها بنفس الطريقة لو انا هتعامل بطريقة مانوان ونهو هتعامل بطريقة اوتواتيك بيتم سحب هذه الملفات مباشرة وتحميلها الى الصبراك او الى الاكويبمنت او الى النود وتم تطبيق جميع الكونفجريشن او استخراجة من الاي بي تي مباشرة على هذه الاجهزة نعود مرة اخرى لاستكمال مشارح خاص بنا فاذا تطرقنا الى هذه الملفات ولذلك سنعرق عليها سريعا هنا كيفية استخراج هذه الملفات التي قمنا تسليط الضوء عليها منذ قليل طريقة استخراج الكارد انفنتري الpower commissioning report وشكل الpower commissioning report والبرامتر انخص به واخيرا شكل الصبراكس والفاينال ريزنس بعد عمل التعديلات الكاملة نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى هنا نكون قد انتهينا من الديدر لديم ديزاين انترو دكشن سنخصص حلقات بعد ذلك للأدفانسد سيتينج والأدفانسد ديزاين ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة